اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات تعقد اجتماعاً أمنياً موسعاً مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاجتماع تضمن التنسيق والتعاون المتبادل بين القوات الأمنية والنجان التابعة للمفوضية في مختلف مكاتب تحديث سجل الناخبين والفرق الجوالة لدى المفوضية اللجنة الأمنية العليا للانتخابات التي تعقد اجتماعاتها الدورية لمتابعة سير الجانب الأمني في مكتب الكرخ والرصافة يعني مفوضية عامة وفي مكاتب المحافظات كافة وإيضا مراكز التسجيل التابعة لها فضلا عن تسجيل العجلات مع الفرق الجوالة لتحديث سجل الناخبين وتسجيل بياناتهم أيضا هناك متابعة من اللجنة الأمنية التي تعقد اجتماعاتها الدورية حول تأمين الأمن والحماية لمراكز التسجيل وأيضا المخازن التابعة لمكاتب المحافظات الانتخابية كافة تم مناقشة موضوع عمل الخطط الأمنية وإيجاز القادة قادة العمليات بإيجاز الخطط الأمنية والسبل المتاحة والتحديات بالخطط الأمنية وتم مناقشتها من قبل القادة الأمنيين المتواجدين في الاجتماع جميع القيادات الأمنية متفقة على مساعدة وتقديم كل الجهد والنعم اللوجستي المفوضية فيما تواصل القوات الأمنية وجهدها الأمني بتنفيذ إجراءات حماية المراكز الانتخابية ومرافقة الفرق الجوالة الخاصة بتحديث سجل الناخبين فيما يخص البطاقة البايومترية وسط تأكيد قيادات أمنية بتدليل جميع المعوقات الأمنية أمام عمل جميع أعضاء مفوضية الانتخابات تأمين الحماية للانتخابات القادمة إن شاء الله في هذا العام اللجنة الأمنية الآن تقوم بواجبات تأمين الحماية للفرق الجوالة اليوم تم عرض خطة عمليات بغداد قيادة شرطة محافظة بغداد هي جزء من هذه القيادة أمنيا وتمت مناقشة الخطة مناقشة مستفيضة وأبدأ سيد الوكيل رئيس اللجنة ملاحظاتها بصدتها وقد أضاف عليها بعض الأمور المهمة جدا وبالواقع نحن الآن مستمرين بتأمين الحماية يعني الآن عناصرنا ومنتسبين يقومون بتأمين الحماية لمخازن المفوضية ومكاتبها وتؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن التنسيق والعمل مع الجهات الأمنية يسير وفق برنامج وخطة مدروسة من أجل إنجاح التجربة الديمقراطية وتذليل جميع الصعوبات أمام عمل المفوضية من بغداد حسام التميمي العراقية الإخبارية